السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحباب قلبي. المتبعيني ومشرفيني دام. كنت حايت بصراك كده عقب على كم تعليق كده بيقول كتير يعني برسامه بصراحة بمساحه معنا عشان خاطب بصراحة مستفزين شوية. والتعليات بتقول دمعا. التعليات بتقول انت ما شاء الله كده يعني فترة والقيلة كده جبت شقة وجبت عربية والعيشة معاك بعت كلها لقوي قوي يعني. بصراحة كنت يعني الكلمات الدول مش عكبين لخالص يعني. فطلع عقب ان انا ايه عكت المتين دول يعني. والتعليات اللي بيجي لدي. بص يا جماعة. انا بفضل الله يعني الحمد لله قرب العالمين مفيش ارش مديد ودخل البيت لحد دلوقتي. يعني الحمد لله طول عمري اه معتمد على نفسي. اه بشتغل من صغري. الحمد لله محدش اه اللي فضل علي فضل لي الله وحده. الحمد لله رب العالمين. فانا بصراحة يعني اه ساعدت نفسي بنفسي وجوزت نفسي بنفسي. والحمد لله الامر مستكرة الحمد لله رب العالمين. والحمد لله يعني عمري محتاجت لحد. وآآ ربنا طبعا دايما ما فيش حاجة بقع فيها اللي ما ربنا بيطلعني منها. بفضل الله انا الحمد لله. فالتعليقات ده يعني معلش سخيفة شوية بتيجي تقول لك ايه ده اشقالي كلها من يوتيوب واللي انت عاد فيها ومجابة عرضية وعيالها في مدرسة خاصة والشغل ده? لا. ده مش من يوتيوبة تماما. ده من عرق وشاية. انا قسما بالله العليل عظيم. انا عايز اعمل عملية ما عارف عشان خاطر ضغطي دي في شغل. مش لاقي الوقت المناسب. انا عندي دوالي في رجلية ربنا اللي يعلم براوح الديل بتبقى عاملة ازاي. وعندي فتاق طبعا ده بيجي لأي حد والله ما عارف عامل عملية. مش عشان خطر فلوس ولا حاجة. الحمد لله رب العين مني. الحمد لله رب العين. الحمد لله رب العين. الحمد لله رب العين موضوع اليوتيوب والله جماعنا دخلت في كده يعني مش ايام كورونا وايام الفضاء ايما الكلام ده كله. كل الدنيا دخلت في السوشال ميديا. فانا دخلت في السوشال ميديا كلنا كنا فاضيين وبنعمل فيديهات وكلام ده كله. اللي هو اخضنه موضوع بالرفع عن نفسنا شوي. والله العظم موضوع الترفي ده جاء في مصلحتي يعني. اللي انا يعني ما كنتش باعد مع ايالي اصلا. فموضوع الفيديوهات ده لو تلكم مش هتسدقوا ان هو يمكن قربني كتير من من عيالي. ان احنا بسنا بنقعد نعم الفيديوهات. آآ بنتكلم مع بعضينا. بنضحك مع بعضينا. بنهزر مع بعضينا. آآ بنتنفسنا مع بعضنا في الفيديوهات في المنتاج والكلام ده كله. فالنواء الموضوع الفيديوهات ده والله جماعة يعني انا حبيته اكتر مش عشان خطر اي حاجة انا حبيته اكتر ان هو حسيت ان هو قربني من هالي اكتر يعني. آآ فتعمقت فيه لكن انا الحمد لله رب ان انا شغلات الاسيانة حلاق. وفتح صنان الحلاق. والحمد لله رب العالمين من صغري معتماد على نفسي. وانا انكن بشتغل من وعندي ثمان سنين. انا الحمد لله رب العالمين. حد جسدنا انا بشتغل ثمان سنين. بس فعلا والله انا بشتغل من وعندي ثمان سنين. بشتغل وحتى ان كنت بشتغل بملايين. كنت شغلت الاول استرجي. آآ في الدهانيات المبولة والكلام ده كله. وبعد كده جلح الساسية على صدري. فاشتغلت مع اخي اخي. اشتغلت مع حلاق. هو اللي علمني يعني. كان هو صاحب الفضل صاحب الفضل اللي هو اهده. وانسان هو اللي علمني وهو اللي وقفني على رجلية وفتع على المحل يعني فتر خيره. آآ يبارك لي وارب. آآ وبعد كده بدأت حطينا على اول الطريق وقال لي يا براهيم احتبال على نفسك وربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله بإذن الله. فبالله عليكم يا جماعة التعليقات اللي تيجي يعني آآ الشقة ومش الشقة. لا انا محمد الله انا عندي الشقة من قبل اليوتيوب. آآ بس مكون كلنا نعلت من شقة الشقة. كنت الشقة ونعلت الشقة تانية بيحتها وخدتها تانية. بس بعيد عن السوشال ميديا خالص. ده شقة عمري خمساشر سنة ولا خمانتاشر سنة بقافة عن رجلية. مش من اليوتيوب ولا اي حاجة. من الناس يتخش بقى تقول لك ايوة الدنيا اشتغلت ايوة خروجات ايوة مش عارفية. لا انا الحمد لله بفضل الله كله من عرق ومن شقاية وتعالي. ما الحمد لله بفضل الله انا ما خدتش ولا جنيمي بيوتيوب. يعني ممكن يكون جالي ارباح لها حيات قليلة جدا. بس انا حتى والله يعني ما دخل البيت اصلا. يعني تعملني الجاء ازاي. فلسة حتى ما ما خدتهايش وكده. فالناس يا جماعة اللي تخش يتعلق والله ما صلى على النبي وانت ربنا يسهل لك وربنا وبلاي تعليقات كده غريبة الشكل. بس انا بصراحة بمسح عشان ما بتعجبنيش. من غير ما بروض عليها مجر اي حاجة. اه فانت مش عارف اللي احنا عايشين في ايه. مش اللي احنا عايشين فيه كله. زي ما انت بشوف كده تضحك وزاره. لأ. احنا عندنا برضو النكد وعندنا اللي زار وعندنا الجد وعندنا الصعب. وعندنا التفكير وعند كل ما يفتر على لك زي كل بيت يعني مشاكل ويوم حلو ويوم وحش ساعة حلو ساعة حلو. جدا يعني. فبالله عليكم يا جبال يعني جديكت التعليق كتبت تعليق كويس. اه اما ما لها ان التعليق خالص يعني. اه اه وانا معلش اطولت تعليقه بكم سن بس كان عندك كم سن بصراحة نفس اقولهم من زمان. بس كزا تعليق بجده فبصراحة اقدم لها ازي ما اطلعه لي. اوضح لكم يعني وجهة نظري والعيشة انا عايشة ازاي يعني. بس. اه انا بحبك قوي. ان شاء الله بازننا احنا دخلنا على نص مليون اه اخ واخت وربنا يا كده ان شاء الله بازن الله وانا قدم لكم حاجة بعد كده في الاعمال اللي كان ان شاء الله بازن الله تعببكم. ان شاء الله بازن الله الحاجات اللي فاتل كلها كانت زور وضحكم. مجرد احنا بس يعني ندحك ونهزر. فقط فكنت بس احبي اعكم بس اكم تعليلي بجولي. فيا رد علي اذنك جماعنا واشبحت لكم الصورة والحياة والعيشة اللي انا عايشها. السوسول ميديا انا دخلتها كده جماعا يعني. اللي انا اصيب ان انا اخش فيها. فربنا يقدرنا على جاي ويكرمنا ان شاء الله بإذن الله ونقدم لكم حاجة تعجبكم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وأنا بحبكم قوي 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 وبأفرح قوي لما حد بكتب لي تعليق كويس يعني ربنا يتدمكم نعمة في حياتنا و بس هم كلمة تنظر بس أنكم بصراحكم طلعوا عقب عليهم يعني و الحمد لله رب العالمين أنتم مرتاحكم السلام عليكم